فكرة من سنة أفين وواحد لا يا راجل عملنا بعد كده بكتير لا يعني قصدي بتادينا بتادينا من ألفين ويمكن قبل كده من ألفين أيام حوضة كرامة وحاجات أيوة بل الزب 99 سنة 99 شوفت بقى كان أول لقاء بني وبن حضرتك عجزنا أولا أنت صغرت لا ما أنت عملت عملية شد وش شدت بوتكس والحاجات ديت بوتكس ما احنا خلاص بقيتنا بالبوتكس على ساعات ما بعرفش الزومة ألا والله إزاي يعني بقى خش ساعات في أماكن فأجأ سلم على أصالة فحس إن هي مونة زكي أهو سلم على يعني إيه كلنا بقينا شبه بعض في الستات كلهم بقوا شبه بعض والله سعب من الرجال يبقوا شبه بعض لكن الستات كلهم شبه بعض معظمهم بس أنت جربت أخذ حقن بوتكس لا لا أحبش الحاجات دي معرفها أي حاجة معرفها شخيف أعملها دي عشان أعمل الليزك بتاعت عناية دي أخذت فيها قرار ثلاث سنين وبعدين عملتها بس إيه عملتها تبعنت لابس نظار لا دي عادية يعني نظارة كده يعني إيه أه لا كده بس عشان الناس أخذ كده نظارة يعني نظارة مش نظارة أعملت خلاص بقى من حوالي أربع سنين بس عشان أخذ القرار ده لا أخذت كتير جدا يعني شكده بخاف أعمل أي حاجة يعني بس البوتوكس يعني ده حقنة كده وخقنة كده نفضل بقى نتحقل كده تخلي وقشينا مستريح يعني بالنسبة للستات مفيد لكن أنا راجل وكوميدي يعني ما تفرقش معايا يعني عجزت شبيق بقيت شاب يعني الكوميديان ما تفرقش معا مجان يعني لا يعني اه يعني اشتغل في أيوان لو عايز اشتغل لو عايز مرضو فيه سوء لك مرضو والله الأيام أيام حلو الحمد لله أنا عايزة نبتدي أنا أرى لك قريب النهاردة وحيد حامد كاتب إيه لا في إيه في الوطن آه لا كاتب مقال أقل ما أستطيع أن أصف به إنه ناري أنا يعني أستاذ وحيد إحنا يريد نبقى نكلمه بعد شوية بس أسمع جزء من المقال للسادة المشاهدين و للأستاذ أحمد ونعلق عليه وشاركنا أستاذ وحيد أستاذ وحيد إيه اللي خلقتك تكتب الكلام دا دلوقتي المقال بعنوان إلى السيد الدكتور الحاج محمد مرسي العياط هي رسالة الحقيقة بيقول فيها أنا حقولك مقتطفات منها تقول لي هو بيعات برئيس بيقوله أرجو أن تنزل إلى الشارع تتفقد أحوال الرعية حتى لو كنت متنكرا أسوة بعمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ترى بعيني رأسك الفوضى العارمة التي ضربت هنا بقى إيه حناخد نوتس الفوضى العارمة اللي بيصفها الأستاذ وحيد حامد التي ضربت الدولة في جميع مفاصلها وشراينها حتى أصبحت هي زعيمة الدولة بعد أن فرضت سيطرتها الكاملة وغيرت من طبائع الناس وأخلاقهم تفقد أحوال الفقر والعوز وغلاء الأسعار وشاهد القدارة المنتشرة في كل مكان وعفا الفساد نحن لا ننسى أبدا عندما أصبحت رئيسا فتحة الصدر التاريخية في ميدان التحرير وإظهار الشجاعة الفائقة بعدم ارتداءك القميص الواقي من الرصاص وقلنا الحمد لله الآن لدينا رئيس لا يهاب الموت في سبيل الوطن ولكن يبدو أن القميص الواقي من الرصاص يومها كان مخسول ومنشور على الحبل ولم يجف بعد لأن ما نرى منك الآن لم يحدث في تاريخ مصر ولا أي دولة أخرى في العالم الثالث أقول العالم الثالث لأن رؤساء العالم الأول يتحركون دون حراسة كبيرة حراسة تقريبا غير مرئية أو محسوسة وأنت الآن تتحرك وسط حراسة مشددة ومدربة لو وجهتها إلى سيناء التي على وشك الضياع لطهرتها تماما من الإرهابيين على اختلاف أنواعهم وتوجهاتهم وأنا لا أجد غضادة في أن يكون لك موكب مثل موكب الخليفة وحراسة إن لم تكن من أجل الخصوم فمن أجل المعتهين أو الموتورين المتشددين الذين أمرت بإطلاقهم علينا بالعفو عنهم فعادوا إلى سيرتهم القديمة في جرأة وقسوة وها أنت قد رأيت بعينيك الأعلام السوداء التي ترفع في سيناء وفي قلب القاهرة مما يؤكد أن هذه الخلايا الإرهابية موجودة وفي زيادة أيضا تعلم أن مدرب الوحوش غالبا ما تكون نهايته بين أسنان الوحش يعني أنا عايزة أتوقف أمام مشاهد صلاتك هذه التي تكفي إطعام ألف أسرة لمدة شهرين أو ثلاثة يعني تكليف الصلاة عشان الحراسة عشان الحراسة تكليف الصلاة في المسجد تكفي إطعام ألف أسرة لمدة شهرين أو ثلاثة دعك من التضييق على عباد الله الصالحين وخنقهم بالجيش الذي يحرسك ألم تفكر لحظة واحدة بأن الله يراك فأنت تذهب بقواتك للركوع أمام الله وكأنك تقول له أنا صاحب مصر الحقيقة مقال ناري وخطير بنتوقف من هذه اللغة يعني إحنا لسا شايفين محاكمة بإهانة الرئيس أنا مش شايفة فيها إهانة بس شايفة فيها لغة قاسية ولغة صريحة ترجمة نانسي قنقر